مرحبا شباب مثل ما اننا شايفين اول ما شعلت اللابتوب الخاص فيني من ماركت ديل ظهر عندي التحذير التالي الرسالة عم تقول تحذير انت واصل شاحن القوة الخاصة فيه تحت التسعين واط يفضل انك توصل شاحن قوته فوق المية وتلاتين واط لحتى تاخد الاداء الامثل والافضل لهذا اللابتوب وفعلا يا شباب انا حاليا واصل شاحن كوبي وليس الارجينال بهذا اللابتوب وفعلا الرسالة ظهرت هي تحذيرية من قبل شركة ديل لحتى اوصل الشاحن الارجينال الخاص بهذا اللابتوب طبعا فيه شخص بيقولي انا مضيع الشاحن الارجينال وحاليا بالمنطقة اللي انا ساكن فيها ما اقدر تأمن الا الشاحن الكوبي الشاحن الغير اصلي للابتوب لحتى اشتغل عليه شوفي نساوي صديقي في عندك خيارين اما تضغط زر الانتر وتنتقل مباشرة للويندوز مباشرة ولكن رح تظهر هاي الرسالة بكل اقلاع او اذا بدك بتلغي جميع الرسائل التحذيرية الخاصة بمجال الشحن بهذا اللابتوب عن طريق الدخول الى البيوز الدخول الى البيوز عن طريق بيوز سيتاب منلاحظ انه الرسالة موجودة عندي بالاسفل هون بضغط عليها وبيعيد تشغيل اللابتوب وبينتقل البيوز الخاصة فيه وبعد ما دخلت على البيوز بنتقل عند خيار اسمه البوست وبداخله فيه خيار اسمه الادابتر وورننج بهذا المكان بتطلع لي الصفحة هون الموجودة وفيه بداخله انابل ادابتر وورننج يعني تفعيل تحذيرات الشاحن الادابتر بشيل اشارة الصح من هذا المكان او بلغيها كليا ومن ثم بضغط على زر الابلاي طبعا مثل ما انا شايفين هلا انا رح شيلها وهون عندي بيتفعل زر الابلاي بالاسفل او التطبيق بضغط ابلاي ومن ثم اكزايتو الخروج وبالتالي معاد تظهر عندي الرسالة التحذيرية ببداية اقلاع لابتوب الديل اللي عم تقلي انه الشاحن اللي عندك فيه اشكال او هو ضعيف شكرا لمتابعتكن اصدقائي والى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية اشتركوا في القناة